كشفت وكالة رويترز عن أن الرئيسين التركي رجب طيب أردغان والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية وذكرت رويترز أن الزعيمين أكد خلال اتصال هاتفي ضرورة تكسيف المساعي للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية وإيصال المساعدات إلى مدينة حلب المحاصرة والتي تشهد عمليات عسكرية وقصفا متواصلا ونزوحا للمدنيين مضيفة أن أردغان نقش مع نظير البوتين الوضع في المدينة للمرة الثالثة خلال أسبوع